يا حبيبي يا رب أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة أني أطمع أن تكون ليلتي هذه ليلة العز والمجد الذي وعدت ألم تعتبرها ليلة قدر فيها قدرك وفيه رفع مقدارنا وفيها أزنا وفيها مجدنا في هذه الليلة أنزلت كتابك الكريم وفتحت لخلقك طريقا يوصلهم إليك هذه الليلة التي أنتظرها والتي إذا صادفتها فجت في حياتي آتك بذنوب كثيرة وخطايا وفيرة التزامات فرطت فيها وواجبات نسيتها ومحارم انتهكتها وأن تتسجل علي وتعلم تحصي علي ما نسيت إحصائه وأعلم أني ملاقيك وأعلم أني آتيك بكل هذه المعاصي أنتظر أن تفرج كربي في حياتي بأن تبشرني بمغفرة ذنبي وسترعيبي وكشف كربي وهداية قلبي أسألك يا من بيده ملكوت السماوات والأراضين يا باسط الخيرات لآلاف آلاف العباد وهم ينظرون إليك وينتظرون منك رحمتك أسألك اللهم أن تشرق نور الهداية على قلبي فتجعلني من المقربين إليك يا رب العالمين اجعلني من الذين يشعرون بيدك وهي توصل لنا الهداية وهي تقربنا إليك نحن عصاة مذنبون مخطئون ولكنك غمرتنا بفضلك ورحمتك وخيرك وعطائك هذه الليلة التي لا تترك فيها قريبا ولا بعيدا ممن وقف بين يديك ورفع يديه إليك إلا واستجبت له وقربته منك نجية قضيتي أن أكون من الذين تقبلهم في هذه الليلة يا رب العالمين وأعلم أنه لا قدر لي ولا قيمة فأنا نكرة من نكرات الحياة لا قدر لي ولا مقام إلا إذا اجتبيتني وقربتني وأنت لا تنكر من عبادك إلا أن يستكبروا عليك وينسوك ولا يقفون بين يديك لست منهم يا رب العالمين فأنا من الذين استجابوا إليك وأنابوا أخطأت معترفا بخطأي وأذنبت معترفا بذنبي ليس في قلبي إلا حبك وحب نبيك ولكن ضعف حيلتي وقلة إمكانياتي أردتني في مهالك الذنوب والمعاصي أقف بين يديك في هذه الليلة لأني لا أجد غيرك من من أقف أمامه لا أستطيع أن أقبل على خلق همهم الدنيا وجمع المال والعزة والجبروت والقهر والظلم إنهم كلهم عبيدك يقفون بين يديك أنت المتفرد بالعزة وأنت المتفرد بالقدرة وأنت صاحب الأمر لا معقب لأمرك ولا مغير لحكمك بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير اللهم يا رب العالمين لا أملك إلا قلبا يحبك ولسانا يذكرك ويدا ترتفع إليك ووجها يستحيي من الخطأ عندما يقابلك أسألك اللهم أن تنظر لي بنظر الرحمة والهداية وأن تشعلني من عبادك الآمنين المطمئنين في الدنيا والآخرة اللهم يا رب قرب الرحيل ولم يبق بيني وبين الوصول إليك إلا أياما قدرتها أسألك اللهم أن تأخذ بيدي على ضعف حيلتي وقلة إمكانياتي وأن تعينني على ما أوليتني علمتني أن أقول اهدنا الصراط المستقيم بعد أن علمتني أن أقول إياك نعبد وإياك نستعين وإذا كنت معبرا عن حبي لك وتوجهي إليك وقربي منك فأني أستشعل في نفسي من الضعف ما يحول بيني وبين تحقيق ما تريده مني أنت أغنى من أن تنتظر مني شيئا يضاف إلى ذاتك الكريمة ووجهك الشريف فأنت رب العالمين لا تحتاج لأحد ولكنك كلفتني لتجعل من تكليفي سببا لانتقاء الطريق القويم لي وأن تجعلني من الحذرين حتى لا أقع في الأخطاء فإذا وقعت فيها فأني أتمسك برداء العزة والمجد والجبروت والكرم الكبير وأبسط يدي إليك لأسألك عفوك يا رب العالمين اللهم أن في هذه الليلة قلوبا كثيرة متوجهة إليك كلها تنتظر منك تلك العطية التي وعدت بها عبادك اللهم فرح قلوبهم وإذا فرحت قلوبهم فاجعلني مثلهم ولا تنسني من فضلك يا رب العالمين أأبدي لك ضعفا أنت تعلمه أو جهلا أنت قدرته فيه أو انحرافا قائما في نفسي منذ خلقتي إنك تعلم ذاك وتعلم أني كابت وسعيت لأن أرجع إلى طريقك المستقيم ولكن إنسانيتي غالبت رغبتي وأني قهرت من داخلي ولا أجد من ينتشلني إلا يدك الكريمة يا رب العالمين اللهم إن الكثيرين يبسطون أيديهم إليك عاصين مخطئين غافلين مذنبين ولكنهم معترفون بفضلك الكريم لا يتوجهون لغيرك يسألونك من فضلك ينتظرون أن تمد يدك إليهم لترحمهم وأنت رحمن وأنت رحيم أنت الذي عاملت عبادك بالفضل وعاملتهم بالرحمة منذ خلقتهم وأنت الذي لطفت بهم وأنت الذي مكنت لهم حبك في قلوبهم أتنسانا ونحن نذكورك على ضعف من نفوسنا لا تنسانا يا رب العالمين في هذه الليلة المباركة جعلنا من المقبولين جعلنا من الآمنين جعلنا من المطمئنين جعلنا من عبادك الصالحين ارفع مقامنا اجمع كلمتنا أعز أمتنا غير أحوالنا نحو أحسن حال واجعلنا من عبادك الصالحين يا كريم يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا مالك الدنيا والآخرة يا قيوم السماوات والأراضين يا ناصر الضعفاء والمظلومين اللهم إن الدنيا قهرتنا وإن محبتها أهلكتنا نحن نلوذ بجنابك وننتظرك أمام بابك فلا تردنا عن بابك خائبين يا رحمن يا رحيم اللهم كل الضعفاء والمساكين ارحم أمة محمد وعز أمة محمد واجمع كلمتنا على البريو التقوى واجعلنا من عبادك الصالحين أنزل على قلوبنا من رحمتك ما يجعلنا أهلا لفضلك وخيرك وجزائك الكثير اللهم إن الناس يعتدون بالمال ولا مال لنا والناس يعتدون بالسلطان ولا سلطان لنا والناس يعتدون بالعصبية ولا عصبية لنا مالنا وقوتنا وعزتنا ومجدنا ذاتك الكريمة ووجهك الشريف فلا تردنا عن بابك خائبين يا رب العالمين أصلحنا واصلح ذريتنا واصلح زوجاتنا وارحم أقاربنا وأباعدنا واجعلنا من الذين استجابوا إليك وأنابوا يا دليل الحائرين دلنا يا عزيز الرحم ذلنا يا ولي من لا ولي له كن لنا كلنا إن لم ترحمنا فمن لنا نحن المذنبون وأنت غفار الذنوب اللهم أن هذه ساعة مصارحة وساعة محبة معك وساعة طمئنان إليك وساعة مد يد لفضل كريم لا ترد يدي عن بابك خائبة فأني لن أبسطها لغيرك وسأبقى أنتظر فضلك موقنا بأنك أنت وحدك صاحب الفضل الكبير والخير الجزيل وأنت الذي أكرمتنا بأن جعلتنا في مقام العز الذي نحن فيه عند الوقوف بين يديك اللهم أنه لا عز إلا عزك ولا مجد إلا مجدك ولا خير إلا خيرك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إن لنا حاجات في دنيانا أنت تعلمها وفرها لنا حتى لا نبقى في حاجة إلى غيرك وحتى لا نذل لغيرك وحتى لا تنحني الجباه إلا لوجهك الكريم واجعلنا من الذين حققوا لأنفسهم معنى العزة والكرامة والذين يخرجون من الدنيا وهم يرغبون فيك ولا يرغبون فيها فقد رأينا فيها ما تعلم مما نعلم ومما نسينا فنسألك اللهم أن تنسينا إياها لنقبل عليك بقلوب زكية ورغبة آمنة مطمئنة لنحقق بين يديك ما أهلتنا له من خلافتك في أرضك ومن مباهات بعبادك الصالحين يا رب العالمين يا قيوم السماوات والأراضين يا ناصر الضعفاء والمظلومين أقبل منا دعاءنا في هذه الليلة المباركة واجعلنا من عتقائك من النال في هذا الشهر المبارك وأيد عزمنا على أن نبقى على طاعة معك وتوجه إليك كما تشاء إلى أن نلقاك وأنت راضٍ عنا وصل اللهم في البدء وفي الختام على سيدي ومولاي محمد بدر التمام وعلى أخوانه من النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين